لا يمكنك الخروج من الالم ان لم تعبر عنه نائب الجمهورية يلجاز قايا هندخل في الموضوع على طول ومش هقولك انا هجاوبك على السؤال المهم جدا اللي احنا كلنا نتساءل عنه بعد نهاية الحالة الاخيرة من الموسم التاني من مسلسل القضاء وهو هل بالفعل يلجاز عايش ولا ده كان حلم لجيلين ومش هقولك استنى الاخر الحلقة عشان تعرفه فريد بس تأكد من ان انت عمل لايك ومشترك في القناة وهندخل في الموضوع على طول ايوا بالفعل يلجاز قايا عايش وده على فكرة مش عشان هو البطل لا قاعد يسمى زكية جدا وبالنهاية اللي هي نهايتها دي نهاية زكية جدا وغير كده هي عميت لك موسم كامل في محور ست شهور فسهل جدا انها كانت تموته فعلا ويجيب لك احداث وتدخله في الاحداث باي شكل كان فيعني مش السبب الرئيسي انه هو حي انه هو البطل لا لانها كانت ممكن زي ما قلنا تدخله في الاحداث برضو باي شكل كان ولكن في حاجات كتيرة جدا انتظهرت في الحلقة وادلة واضحة مش ادلة فيها كلام كمان ان يلجاز حي هنتكلم عنها وهنقشها واحدة واحدة مبدئيا كده لما تفتكر في الحلقة اللي فاتت يلجاز ما كانش شاكك في ترجوت علي اصلا يلجاز وهو وقران كانوا خلاص بيتنبقوا ويعرفوا انه هو النائب ازجان مش ترجوت علي وكان يلجاز اصلا راح يتكلم مع ترجوت علي عشان خاطر يقول له ده هو اصجان ويثبته ان اصجان هو اللي وراء الموضوع فايران اصلا ما عندهش فكرة ولا خلفية انه ترجوت علي هو اللي وراء كل ده وحتى ما عملش اي استنتجاب ده يلجاز وهو في العربية اللي بدأ يحط النقط على الحروف وبدأ يستنتج ويعرف انه هو مين ترجوت علي فمبدئيا ايران ما يعرفش وشوفنا في البداية الحلقة كده ايران بيتكلم مع جيرين بيقول لها انه هو ترجوت علي المشتبه به فده اول حاجة بتثبت ان مش هو وده ان الجاز قال له في عربية الاسعاف انه هو ترجوت علي اللي وراء الموضوع ما حدش شاف الجسة نهائي لا متين ولا شنار ولا درية ولا اي حد منهم شاف نهائي وما تحسسنيش ان انت ما تتفرجتش على مسلسل من اول الحلقة ومية في المية ايران قادر يخلي جيلين تشوفي الجاز وش مليون في المية كمان يعني انت من اول حلقة وعارفين اللي هم يقدروا يعمله انت عندك اصلا كل بتوع طب الشارع اصحابهم فسهل جدا ان هو واحد ايران يوريها الجسة ويخليها تشوفه معلش هو لو مات اكيد لازم حقها تشوفه يعني تشوفه اخر مرة على القل فايران قادر يعمل كل ده من وراء ترجوت علي ومن كل حاجة فكل الموظفين هقدروا يساعدوها لانهم كله مش مصدق انها اللي قتلته فكان سهل جدا جدا ان هو يوريها الجسة ولكن طبعا عشان هو ما ماتش فمستحيل ان هو يعملها فما كانش يعني ليه هيجيبوا المشهد خيال وهم قادرين يعملها مشهد جيلين وهي بتشوف الجسة اللي هيخلوه خيال وحلم وهم قادرين ينفذوه بالفعل داريا وايران قادرين ينفذوه يخلوه حقيقي فده كمان بيدل ان الجاز عايش وان كل ده خطة السباة الكبير جدا لايران في الجنازة مستحيل ايران يكون بالحالة دي ده انهار بشكل كبير جدا انهياره كان واضح مع موت بارس اه ممكن نقول ان المشاهد عاطفية بحيث ان الجه بعد موت اخوه الحقيقي بالفعل لكن ايان كان في الاحداث لا ده مفروض انهار انهيار تام يعني ده ده يوال ده عمل كده مع بارس ما بالك بالجاز اللي هو قرب منه من بارس فسباته الشديد ده كان حاجة لا صعبة جدا يعني لو بيدل انه هو لا فيه انه ورا الموضوع ورد فعله وملامح وشه وكل حاجة بتدل على انه هو لا عايش بالفعل اخر حاجة اللي هي بتزبط بقى وش ده من في المشهد الختامي اصلا نظراتي الجاز وهي بتقول له انت موت انت مش انت حقيقي هو بيلفلها كده تعبير وشه ونظرات وشه تفاصيل يعني اصلا بتقول لأ انوان اه انا حي من الاخر فده وش كده انا حي فهو ان بنهاية زكية جدا من سماء انها قدرت تنهي النهاية دي لانا كنت قلت لكم لو معرفناش الموضوع حقيقي يعني اللي حصل ده وعرفنا ازا كان هو حي ولا لا او ازا كانت خطة او لا يبقى في انتقاط كبير جدا للمسلسل ان انت ما ينفعش تقعدني كمان مستني كل ده عشان خطر اه اعرف ازاي الجاز حي ولا لا لان احنا بالفعل بقى انها موسم كامل مستنيه ولكن سماء ادرت بزكاء كبير جدا انها تمسك العصام النص تخليك قاعد متشوق ان هو هل هو حي ولا لا هل هو حلم ولا لا وفي نفس الوقت هو حي قدامك يدتك الامور واضحة وبصراحة انت بقى اخدها زي ما تخدها فسرها زي ما تفسرها ادرت بالفعل تتأكد من كل المعطيات اللي انا قلت هلك دي والليه حطتها في الحلقة ان هو حي فخلاص انت الحماز بتاعك مستني بس تعرف ازاي هيجبوها ادرت ان انت تفضل يعني ان انت محتار اذا كان حلم ولا لا فهي ادرت بالفعل انها تخليك متحمس وفي نفس الوقت برضو هي اسبتلك ان هو حي اخر حاجة انسيت اقولها صحيح اللي برضو الحاجة كبيرة قبل ما ايران ده ده في حاجتين كمان انا انسيتهم بيثبتوا الموضوع ده ايران اقل ماتين وقل المردان انا عايز اتكلم معاكم في حاجة هيكلم معهم في ايه في اللحظة دي وهو شفنا ان تودشا يعني استغربت ان الحد اللحظة دي في وقتها وهما يعني بيقول له انت ما جيتش شفت ماتين بابا في المستشفى له وهو كل الناس شافوه يعني فهو مش قادر يروح له عشان هيقول له ايه يعني هيقول له ايه فهيعترف له بكل حاجة وش طبعا يعني ان هو بيتكلم معهم اه ده قبل ما ينزل مع جيلين فهو بيعرفهم ان هو حي ان هو راح هيود جيلين ليه تاني حاجة ورضو ليه اخر حاجة بقى ان هو ايران يعني نصمم يودش ليلة المكان ده ومعليش واحدة ميت جزا ميت ومنهارة في الانهار التام ده عمره ما هيسابها الواحدة ده فضل قاعد على القبر مستنيها لحد ما تطمنت لحد ما الليل دخل يعني فمستحيل كان هيسابها الواحدة في المكان ده الا لو هو عارف بالفعل ان الجاز موجود فزي ما قلنا نهاية زكية جدا من سماء انها عملت كده وبجد يعني زي ما قلت انا كنت مستني ان انا انتقدها في النهاية لانا كنت يعني شبه واسق انها مش هتحسم امورها عشان خطر تشوقنا بس النهاية الزكية دي خلتني لأ اسقف لها ويعني هي بصراحة عملت نهاية زكية جدا جدا وده اللي احنا متعودين منها من الكاتبة سماه من الموسم الاول انها بتبهرنا بالموضوع ده فالنهاية زكية لمسلسل القضاء موسم تاني ولا اروع حابب اتكلم عن بعض النقاط كده بقى اللي ظهرت في الحلقة عموما يعني اول ما ابدأين كده حاجة نسيت اقولها في الحالة الفاتت حضن يعني يكتا وجيلين فكرني بحضن صالح وجمالي في الحفرة مش هولا اكتر من كشف اوراق يكتا قدام ايران والمدير رقفة كانت بقى يعني بادرة حلوة جدا جدا من يكتا يكتا خلاص تحس ان هو لقى نفسه بالشراقة معهم بالشراقة مع جيلين تلمان ارجوان قاية اتمنى تحصل سما سما يعني يا ريت يا ريت تحقق لنا حلمنا اظن فيش حد تتفرغ على مسلسل القضاء الا هو عايز الحلم ده يتحقق الشراقة دي تتحقق لازم تنجحيها في الموسم التالت لازم تخللنا الشراقة دي لازم تقلبنا يكتا من عدو والصديق تقلبنا يكتا ان هو معهم كده يستحقها الشخصية دي نجحت المسلسل من اهم عوامل نجاح المسلسل فهو يستحق النهاية دي فانهن شخصية يكتب ان هو يبقى معهم وفي الطريق الصح اتمنى 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 ان الشراقة دي تتم في الموسم التالت طبعا هو للاسف بيتم انفصال الممثلة داريا او ما فيش تأكيد بس هي خلاص هتسافر فمن الواضح ان امها انفصلت انفصلت وطرجة علي خلاص هو انتحر هو قال با ان هو مستحيل يقدر يعيش بالوصمة العرض دي على فكرة هو مجبر بس هو اخترت طريق الغلط ما الاخر يعني بما اننا في نهاية الموسم فاضطر اللي انا اقول بقى الموضوع ده انا عجبني جدا جو الصحاب اللي ما بين شنار وما بين برنا وما بين توتشا وما بين مروة تحس ان هو مشاهد ممكن البعض يحس انها ملهاش لازمة الا ان لا يا جماعة دي حاجة حقيقية يعني واقع بالفعل الصداقة دي ما موجودة بالفعل في الحقيقة فلازم يزوروها عشان يزور لغن المسلسل واقع فعجبني جدا الصداقة اللي ما بينهم وشوفنا ان يعني مثلا توتشا مع شنار الاتنين مختلفين تماما وطول الموسم بنخشف بعض ولكن في الموقف اللي احتاجته فيه اللي هو شنار احتاجها فيه لا توتشا واقف الجنب وايطلوا انت المفروض دلوقتي خلاص انت في العيلة هتبقى سابت هتبقى اه اخين هتبقى مما سابت ابنين هتبقى مما سابت حفيدين فانت لازم تبقى سابت وبشكل كبير وشوفنا نوعية بيحضنها كده بينقش يعني اللي هم اه بيتخنقوا مع بعض وطول الموسم وطول الوقت بس في وقت الاحتياج كانت وقفة جنبه ووقفة في ظهره فدي كانت حاجة حلوة جدا وبرضو حاجة تانية يعني ايران معاشي مش هراحي يزباد له عشان نتخرج توتشا وبالفرحة دي كلها ويلجاز ميت فعني خلاص الموضوع محسوم يلجاز حي بكل الصبول موسم تاني من المسلسل القضاء رائع جدا جدا شفنا فيه كذا حاجة شفنا فيه كذا قضية شفنا فيه حماس كبير جدا شخصية عمر اللي انضافت شخصية قوية يعني ضافت للمسلسل وبشكل كبير يعني حتى الصحفي براق اللي هو لقاو في البداية ضاف للمسلسل برضو وانفصاله كان رائع yea ايوب برضو ضاف للمسلسل ما ايوب حي ما اظن ان هو لسه ه fisdy يعني يبقى فيه خطر على برلا في الموسم اللي جاي ودي حاجة برضو قويسة ان انت منزل فيه خيوط لسه متقفلتش هتتقفل في الموسم التالت برضو هتبدر الموسم التالت بالموضوع ده يعني ابدأ بالخيوط دي وفي الاخر خالص نخش نشوف ايه اللي يبقى يعني الحاجة اللي موجودة في الموسم التالت والقضية الاساسية اللي تبقى موجودة في الموسم التالت بس اتمنى يكتى خلاص يبقى في الجانب الصح وما يضفش تاني. فيعني كموسم تاني ككل نقدر نقول ان النجحة يعني سماء نجحت في الاختبار. نجحت في اختبار عدم المط وعدم الاعتماد على نجاح الموسم الاول. فلو جينا نقارن نجاح الموسم التاني بالموسم الاول انا بالنسبة لي الكفة متساوية ما بين الاتنين. ما اقدرش اقول ان الموسم الاول انجح من الموسم التاني ولا اقول ان الموسم التاني انجح من الموسم التالت الاول. ولكن يعني سماء نجحت بصراحة انها تعمل لنا موسمين متوازنين. ونجحت انها ما تعتمدش انها تخلي يعني الموسم التاني نجح على افعى الموسم الاولاني. لأ. هو اه طبعا الناس فرجت على الموسم التاني عشان الموسم الاول نجح. بس انا فعلا متشوق للموسم التالت. وده عشان الموسم التاني بالفعل نجح. وبكل العوامل بتاعته نجحت وبشكل كبير وكان زكاء كبير جدا ننسى ما انها تعاملت مع الامور ده وما ننساش انها تعاملت مع انفصال الممثل آآ محمد يلماز بدور برس اتعاملت معها بحرافية عالية جدا ما حسناش بصراحة بالفجوة اللي عملها آآ بالفجوة كتابيا مش بفجوة الشخصية طبعا احنا الشخصية وهشتنا وكنا مدقينا انها انفصلت لكن قدرت انها تسد الفجوة كتابيا في السيناريو وبشكل واحترافي جدا خلتك فعلا مش حاسس بانفصاله فيعني شابول وصناء العمل ادولنا مسلسل نوضيف جدا حاجة حلوة جدا وفي انتظار الموسم التالت يا ريت تقول له رأيك في الكوميتات ورأيك اللي بتعمل لك وشير للحلقة ولا رأيك انت مش مشترك تشترك في القناة الفعل زر تماما اشانا اشعر بالحديث جدا او ما تنزل وان شاء الله مكملين مع بعض بازن الله ربنا احيانا ودانا عمر افتح ليني الموسم التالت السنة الجاية واشوفكم على خير بازن الله واشتراكم وصلاة صدر القضاء